بسم الله الرحمن الرحيم سأقوم في هذا المقطع بشرح عملي لاستخدام أداة تيكست بوكس فكيف أستخدمها كأداة إدخال وكيف أستخدمها كأداة إخراج لنتابع معا هذا الشرح أدرج تيكست بوكس وأدرج معها بطن ونبدأ الآن في البرمجة بزر الموس الأيمن اذهب إلى الحدث أريد الآن استخدام أداة تيكست بوكس كإخراج أريدها أن تخرج لي قيمة معينة فأكتب اسم الأداة تيكست بوكس وان دوت فاليو طبعا فاليو هي الخاصية المرتبطة بتيكست بوكس وأضع فيها اسمي عند تشغيل البرنامج الآن مجرد الضغط على بطن أجد أنه قد أخرج لي القيمة التي أسندتها إلى أداة الإدخال تيكست بوكس وان والآن أريد أن أستخدم أداة تيكست بوكس هذه كإدخال فأعرف متغير اسمه نيم ثم أسند ما يدخله المستخدم في هذا المتغير المسمى نيم فعند الضغط على زر بطن ستظهر لي رسالة بالاسم الذي أدخله المستخدم إذن سنستخدم ميسيج بوكس ونقول له اعرض لي القيمة التي خزنت في المتغير نيم نجرب الآن أكتب اسمي مثلا ثم أضغط على بطن فتأتيني رسالة بأن الاسم الذي أدخله المستخدم أو أدخلته أنا قبل قليل هو هذا الاسم وعند تغييره أيضا سيظهر نفس الاسم إذن أي قيمة تخزن في المتغير الذي اسمه نيم هي التي ستظهر لي في ميسيج بوكس وإن كان رقما أيضا سيظهر لأن المتغيرات يمكن أن تحمل قيمة عددية أو قيمة حرفية إذن في البرمجة دائما عملية الإسناد تكون من اليمين إلى اليسار أي أني دائما أضع القيمة التي في اليمين في اليسار ولا بد أن نراعي ذلك عند استخدام الأداء لأن هذا يحدد إذا كنت سأستخدم هذه الأداء كإدخال أم كإخراج أتمنى من الله تعالى أن أكون قد وفقت في هذا الشرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته